رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصة الليغضبية صباح اليوم وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلسة بمضمون الرسالة الخطية التي تلقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة عاهل البلاد المفدة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والتي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلادين الشقيقين والتعاون المشترك بينهما وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي هذا الصدد فقد أشاد مجلس الوزراء بأواصل علاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت وبما يشهد التعاون الثنائي بينهما من تطور مستمر يزيد هذه العلاقات متانة ورسوخا بينهما بعد ذلك أكد مجلس الوزراء أهمية الفعاليات التي تعزز شعور المواطنة وتنمي قيم الانتماء الوطني مشيدا بمهرجان البحرين أولا الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة برعايته مؤخرا وحثى المجلس بأن تكون البحرين أولا شعارا يسترشد به الجميع كل في مجاله لتعزيز ريادة البحرين وتقدمها في كل مجال في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدة بعدها أشاد مجلس الوزراء بالعملية الاستباقية المحكمة التي أدت لإجهاض مخططات إرهابية تستهدف النيلة من أمن الوطن واستقراره وتبرز هذه المخططات حجم التآمر على البحرين أمنا واستقرارا والتي أحبطت بفضل جهود الأجهزة الأمنية وانتباهها بتماسك أبناء شعب مملكة البحرين ووحدته والتفافهم حول قيادة بلادهم ما أعجز القوى الإرهابية والتآمرية من تحقيق أي اختراق للمجتمع البحريني وأفشل استهداف أمن المملكة ومصالحها وسلمها الاجتماعي بفضل سلامة جبهتها الداخلية مشددا المجلس على أن الحكومة صارمة في مكافحة الإرهاب وقطع أذرعه وحماية المجتمع منه وتقديم من يقف وراءه إلى العدالة وأثنى المجلس على الهبة الوطنية في استنكار ما تم الكشف عنه من محاولات القيام بعمليات إرهابية مؤكدا أن البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة وسهر الحكومة على أمن الوطني ويقضة أجهزتها الأمنية ستوئد المخططات الإجرامية لكل من تسول له نفسه المساسة بأمن البحرين وتهديد سلامتها بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إنشاء مركز شبابي نموذجي يخدم أهالي النعم فيما كلف سموه وزراء الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والإسكان وشؤون الشباب والرياضة بزيارة منطقة النعم والاطلاع ميدانيا على احتياجات الأهالي فيها من الخدمات الإسكانية والبلدية والمرافق الشبابية والرياضية وذلك انطلاقا من الحرص الذي تليه الحكومة على تحقيق الكفاية من الخدمات الحكومية والحفاظ على مستوى جودتها في كافة مناطق البحرين موسيقى 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 بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي أولا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتماد برنامج وطني لتسهيل وتبسيط إجراءات النقل الجوي وتشكيل لجنة خاصة بذلك تضم الجهات ذات العلاقة وذلك استجابة المتطلبات الدولية الواجب تنفيذها بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 التي أوجبت على كل دولة متعاقدة وضع برنامج وطني لتسهيل النقل الجوي ثانيا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يشجع على الرضاعة الطبيعية ويضع ضوابط على استعمال وتسويق وترويج بداء الحليب الأم ويحدد مشروع القرار المعايير والمواصفات الخاصة به وما يجب أن تحتويه عبوة أي منتج من معلومات عنه وكلف سعادة وزير الصحة بإصداره ثالثا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم الرسوم التي تستوفى عن الأعمال القنصلية التي نص عليها قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وكلف معالي وزير الخارجية بإصداره رابعا حرصا على بناء علاقات تعاون علمي وتقني مع الوكالات الفضائية المماثلة فقد بحث مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين مع مركز محمد بن راشد للفضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية خامسا بحث مجلس الوزراء تسلس مقر رئيسي في مملكة البحرين لاتحاد الكيميائيين الخليجي وقرر بعد العرض الذي قدمه معالي وزير الخارجية في هذا الخصوص إحالة الموضوع للدراسة في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية سادسا بحث ميليس الوزراء عددا من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب ووافق على رد الحكومة بشأنها على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وتتعلق هذه الرغبات بالصيد البحري الجائر والمهن الطبية المساعدة ورياض الأطفال وفي بند التقارير الوزارية استعرض الميليس تقرير معالي وزير الخارجية بشأن نتائج أعمال الدورة الرابعة لللجنة العليا البحرينية المغربية المشتركة التي عقدت في الرباط مؤخرا وتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة كما سعرض الميليس تقرير سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن نتائج المؤتمر الرابع لوزراء العمل بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة مؤخرا ترجمة نانسي قنقر